تسعة من كل عشر مرضى بيصير عندهم تعافي لحاسد الشم خلال فترة أربع على ست أسابيع نعم بضل نسبة عشرة بالمية من المرضى ممكن تستمر عندهم فقدان حاسد الشم لأكتر من ست أسابيع بداية قبل كورونا كنت عم تحكيلي قبل الهواء أنه في نسبة معينة من البالغين بيعانوا من مشاكل في الشم أصلا يعني قبل الإصابة في الكورونا يعني أديش النسبة مثلا هي مشاكل الشم بشكل عام سواء الفقد الكلي أو الفقدان الجزئي أو الخلل في حاسد الشم هي مشكلة موجودة من قبل الفيروس كورونا تقريباً عشرين بالمية من الناس البالغين عندهم بعض المشاكل متعلقة بحاسد الشم وخمسة وسبعين بالمية من الأشخاص اللي عمرهم فوق السبعين سنة عندهم مشاكل بحاسد الشم فهي مشكلة سائدة من قبل لكن جرت تركيز عليها بعد موضوع فيروس كورونا وبعد جائحة كورونا لأنه نسبة عالية من المرضى اللي يصابوا بالتهاب فيروس كورونا بعانوا من مشكلة فقدان الشم وبالتالي برضو فقدان التذوق فتقريباً 65% من الأشخاص اللي بعانوا من التهاب أو الإصابة بفيروس كورونا بيصير عندهم مشاكل في حاسد الشم سواء فقدان كلي أو جزئي وتقريباً لقيوا أنه 16% من الأشخاص اللي عندهم مشاكل شم وعندهم كورونا عندهم بس العرض الوحيد اللي ظهر عليهم اللي هو فقدان مفاجئ لحاسد الشم بالتالي بشهر خمسة تقريباً 2020 جرى أنه اعتبار فقدان المفاجئ لحاسد الشم هو أحد أعراض التي ممكن أنها تحذرنا أنه ممكن هذا الشخص عنده إصابة بفيروس كورونا وهي بتقدر تتوقع أو أنه تعطينا مؤشر أنه هذا الشخص عنده كورونا حتى أكتر من الأعراض التقليدية تاعد فيروس كورونا اللي هي الحرارة والسعال وديقة النفس نعم 100% دكتورة نحن حالياً نحن نحكي عن فقدان دائم لحاسة أو حستي الشم والتذوق يعني ممكن يكون فقط للشم وممكن يكون للشم والتذوق ممكن تنتين مع بعض فاللي مصاب في الكورونا والشفية من الكورونا طلع نيجاتيف ولكن لسه عنده هاي الأعراض كيف ممكن نتعامل مع هذا الموضوع؟ كيف ممكن نعرف أن هذا الإشار سيكون دائم لا سمح الله ولا لا؟ تمام هلأ بالنسبة لفقدان حاسة الشم مع فيروس كورونا الإشي اللي كويس في هذا الموضوع إنه تقريباً تسعة من كل عشر مرضى بيصير عندهم تعافي لحاسة الشم خلال فترة أربع على ست أسابيع نعم بضل نسبة عشرة بالمية من المرضى ممكن تستمر عندهم فقدان حاسة الشم لأكتر من ست أسابيع وحاسة الشم مرتبطة بحاسة التذوق نعم التذوق إحنا بناني فيه تذوق نكهات الأكل وليس التذوق الأساسي يعني الشخص اللي بيفقد حاسة الشم بشكل كلي بيقدر يعرف إنه هذا الأكل حلو مر مالح نعم ولكن ما بيحس بنكهة الأكل لأنه النكهة هي عبارة عن إنتيجريشن بين حاسة الشم وحاسة التذوق هاي الصورة بتعبرنا شو دكتورا؟ هاي الصورة بتورجينا المنطقة الخضرة اللي هي منطقة الشم المنطقة اللي فيها اللي هي شعيرات عصب الشم فالأشخاص اللي بيعانوا من فقدان حاسة الشم فيه عندنا نوعين من أسباب فقدان حاسة الشم اللي هو ممكن إنه يصير في عندنا انسداد بالأنف أو احتقان هاي بتصير مع حالات الحساسية وهذه الشغلات فبتكون تمنع الروائح توصل لهاي المنطقة وفيه الأشخاص اللي هم اللي بيصابوا بالتهاب فيروسي أو بيصير عندهم مثلا ضربة على راسهم أو بيكون عندهم أمراض عصبية معينة نفس شعيرات الشم هي اللي بيصيبها التلف وهذا هو اللي بنحكي عنه بالالتهابات الفيروسية طب التلف دكتورا بيكون دائم ولا مؤقت؟ هلأ بالنسبة لفيروس كورونا مختلف هلأ الفيروسات الثانية اللي هي بنعرفها من قبل ممكن تعمل تصيب شعيرات الشم بشكل أساسي ممكن تعمل هون بورجينا إنه الفيروس ممكن يوصل لهاي الفيروس كورونا ممكن أنه يوصل لمنطقة حاسة الشم الإشي اللي كويس أو الإشي اللي بخليني نتفاقل شوي بموضوع فقدان حاسة الشم مع فيروس كورونا إنها بتكون عادة فترتها قصيرة وبيصير فيه تعافي منها في معظم المرضى الفكرة إنه لقيت الدراسات إنه الفيروس ما بيصيب شعيرات الشم العصبية بشكل مباشر بيصيب الخلايا الداعمة حواليها وهي الخلايا بيصير لها تجدد أسرع من شعيرات الشم فبالتالي عشان هيك مرضى كورونا برجع لهم حاسة الشم أسرع من المرضى اللي بيصير عندهم فيروسات تانية ولكن هذا لا يمنع إنه يكون في عنا نسبة بترجع يعني بتاخد وقت أطول هذا بيورجينا إنه إحنا كيف حاسة الشم وحاسة التذوق مرتبطة مع بعض هلأ من الأنف إحنا منستنشق الروائح توصل لمنطقة عصب الشم لما ناكل الروائح من خلف الأنف برضو بتوصل لمنطقة عصب الشم عشان هيك اللي بيفقد حاسة الشم بيفقد جزء من هي تذوق نكهات الأكل فزي ما حكينا هل فقدان الشم في حاسة كورونا في التهاب كورونا دائم ولا لا حكينا تقريباً 80 إلى 90% من المرضى ترجع حاسة الشم بشكل كلي أو جزئي نعم تقريباً خلال 4 إلى 6 أسابيع بيظل نسبة 10 إلى 20% هدول بدهم فترة أطول هلأ يعني في علاجات دكتورة ولا ما في فيه هلأ فيه هي مش علاج هي طرق تعامل مع المشكلة الأشخاص اللي بيصير عندهم فقدان حاسة الشم ننصحهم إذا عادة معظمهم بترجع خلال أسبوعين إذا أكتر من أسبوعين ننصحهم يعملوا إشي بنسميه تمارين الشم تمارين الشم هي عبارة زي علاج طبيعي للأنف زي تنشيط للأعصاب فإيش هي الفكرة إنه عملوا دراسات جابوا أربع أنواع من الروائح ريحة ليمون ريحة ورد ريحة قرنفل وريحة نبت اسمها يوكاليبتس قالوا للمرضى إنه كل يوم الصبح والمساء عرض حالك شم يعني استنشق هاي الروائح 20 ثانية لكل رائحة لمدة أكتر من 3 شهور لقوا إنه هاي العملية بتسرع عملية إنه يتجدد أو تتجدد خلايا اللي هي عصاب بس ما في علاجات دوائية بتنشط العصاب العلاجات الدوائية هلأ في ممكن يعطوا مثلا إذا الشخص معاه فقدان حاسة شم مع انسداد أنف واحتقان ممكن ياخد بخخات الأنف الاستيرويدية إذا شخص عنده بس فقدان حاسة شم وطاب من الكورونا يعني خلص تعافى من الكورونا أو ما عنده سبب آخر ولكن بس فقدان حاسة شم ممكن نعطيه كورتزون حبوب لفترة قصيرة وبرضو وجد الدراس أحيانا اللي هو أوميغا 3 ممكن ياخدوا أوميغا 3 بتساعد إنها تنشط الأعصاب ولكن هي كلها لسه الأمور تحت الدراسة نعم نعم طب كيف يتصرفوا الأشخاص يعني بشكل عادي يعني نحنا كثير من الأشخاص في المجتمع أصيبوا بكورونا وتشافوا ولكن لسه في هاي الأعراض اللي منيحتي عنها إنه مثلا حاسة الشم لسه ما عم ترجع مثلا بشكل كامل حاسة تذوق ما عم ترجع بشكل كامل إيش يعملوا؟ أول إشي إنه ما يفقدوش الأمل يعني ما يقولوا إنه قعدت إلي شهر شهرين ولسه ما رجعت الشم إحنا ما منحكي إنه الشخص فقط حاسة الشم بشكل كامل إلا إذا مرأت سنة لسنة ونص من فقدان حاسة الشم فلسه فيه معنا وقت والتعافي الأعصابي بياخد وقت يعني هاي عملية ممكن تاخد فترة طويلة الفكرة إنه ما تيأس إعمل تمارين الشم إذا ضلت الأعراض أكتر من أسبوعين لأربع أسبوع وتعافيت من فيروس كورونا ممكن تراجع دكتور أنفو أذن وحنجرة لأنه فيه قايدلاينز معينة إحنا ممكن نطبقها نساعد الشخص بهاي اللي بيعاني من هاي المشكلة فيه كمان شغلات لازم ننبه المرضى عليها يعني فقدان حاسة الشم يعني إحنا يعني ما بنحس فيها إلا لما نجربها أو نعاني منها لازم ننبه هدول الأشخاص إنه أول إشي ينتبهوا لموضوع إنه السلامة العامة يعني هدول الأشخاص بنصحهم إنه يستبدلوا أي إشي بيستعمل الغازق وقود زي الدفاية أو الفرن يستعملوا كهرباء مثلا يحطوا أنظمة اللي هي الألار قد تكون خطر على حياتهم ممكن مثلا لا سمح الله يصير تسرب غاز تسرب أو كدر وما يحس ما يشم بالزبط نعم كمان ننصحهم إنه ينتبهوا على تواريخ الصلاحية الأغذية اللي بياكلوها لأنه ممكن الواحد هو مش عم بحس بالطعم ومش حشامم ريحة الأكل ممكن ياخد إشي فاسد فهذا ممكن يؤثر عليه أهم إشي كمان النفسية إنه هو زي ما حكينا إنه ما يفقد الأمل يضل يدرب حاله ويعمل تمرين الشم وهذا ما حكينا هي عملية ممكن تأخذ فترة طويلة نعم نعم يعني دكتورة شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الحديث بشكل عام يعني عم تطيب في الآخر نصائح كمان عامة ولكن سؤالي هل هناك أشخاص أو حالات سجلت في الأردن مثلا لأشخاص فقدوا حسة الشم أو التذوق أو الحستين فقد كل من أول إصابة ولحد الآن ما أرجع في الحالات لسه ولكن كم نسبتها نسبتها تقريبا بين 10 إلى 20 بالمية من 10 إلى 20 بالمية نعم ما رجعت نهائيا لسه ما هو زي ما حكي لسه ما هو زي ما حكي لأ أنا أنا أصدي مثلا إنه نصاب في أول الثاني مثلا صلوا 8 شهر 10 شهر فيه آه فيه آه لكن زي ما حكينا إحنا لسه كل هذه الأشياء يعني فاروس كورونا يعتبر يعني جديد فلسه الدراسات والجايدلاينز كلها عم تتجدد كلها مع الوقت عشان معلومات لسه عم تتجدد عن هذا تمام دكتورة شكرا جزيلا لإليك دكتورة يعطيك ألف عافية نتمنى الشفاء العاجل للجميع إن شاء الله وبالصحة والسلامة للكل